تتابع سفارة دولة الكويت في إيطاليا تصفية وسير المنافسات الجارية ببطوة كأس سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه الرابع لرماية المقامة بمدينة تودي بإيطاليا منذ الثاني وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري وبمشاركة نحو خمسمائة رامي من حول دول العالم واحتفى سفير دولة الكويت في إيطاليا الشيخ علي الخالد الصباح بالبطلين الكويتيين وهما الرامي البطل عبد الرحمن الفحان الذي تمكن من الفوز بالمدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة رماية تراب في البطولة الدولية وكذلك الرامية الكويتية البطل سارة عبد الرحمن الحوال والتي تمكنت أيضا من إحراز المدالية الفضية والمركز الثاني في مسابقة تراب للسيدات في هذه البطولة كان اليوم يوم تكريم الكويت لأكثر من خمسمائة بطل وبطلة في كأس سمو الأمير الدولية للرماية في منطقة تودي وسط إيطاليا أبطال وبطالات يتنفسون على الألقاب والميداليات ومن البطولة يعودون إلى بلادهم بأجمل الذكريات أنا سعيدين في نجاح هذه البطولة الرابعة الدولية لمشاركة الفريق الكويت للرماة العدد السنة كان عدد جيد ومنتاز من كل الدول أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وكذلك أوروبا مشاركة كبيرة كان عدد الرماة 450 يعني من بداية الدورة الأولى كانت تقريباً مشاركة ما يقارب 300 رامي أنا أعتقد نجاح بطولة سيدي صاحب السمو الرابعة لها مكان مميز بالنسبة حق الرماة اليوم نرى المشاركة في الرماة الكويتين اللي فعلاً أثبته منهم بالدرجة الأولى من الرماة الدوليين هذا في بعض المشاركات طبعاً راح يكون فيها منافسة قوية بالنسبة حق الدول الثانية سعادة سفيري دولة الكويت في إيطاليا الشيخ علي الخالد الصباح قام بتحية وتكريم أبطال العالم يرافقه المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس اتحاد الرماية الكويتي ولوشانو روسي رئيس اتحاد الرماية الإيطالي وأعرب الجميع عن تقديرهم للأبطال الكويتيين الذين فازوا في المسابقات الأولى ونالوا كأس الرماية على الأطباق المتحركة من خلال بطل الرجال عبد الرحمن الفيحان وبطلة المركز الثاني للسيدات سار الأحوال منافسات كبيرة رح تكون فيها مشاركة مميزة للرماية الكويتيين طبعا احنا نفتخر في رمايةنا خصوصا حصولهم على المدالية الذهبية في الأولمبيات وان شاء الله نقول احنا مستقبلا رح يكون عالم الكويت مرفرف في الدورات الأولمبية وكل منافسات رياضية ليس فقط الرماية ولكن في منافسات أخرى ان شاء الله تحت رأية سيدي صاحب السمو ودعمه الكبير للشباب الرياضي في كل مجالات الرياضية هذا شيء مميز لنا في دولة الكويتي نحن بالنسبة لنا كالتحاد الرماية الكويتي نسعى دائما لتهيئة ترماتنا في بطولات عالمية خصوصا اللي تقام في إيطاليا وهذه البطولة تجي قبل فترة شهر رمضان مبارك يأتي بعدها إن شاء الله بطولة العالم اللي رح تقام في كوريا الجنوبية وسيتم فيها تخصيص بطاقات تأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 أنا طبعا نياب عن أخواني أعظام مجلس إدارة نادر رماية الكويت الرياضي سعيد جدا في فوز أخواننا وأبنائنا الرياضيين اللي يشاركون في هذه البطولة كما تابع سعادة السفير عدد من تصفيات التي تجري بين الأبطال والبطالات المشاركين وحرص على تجيع الأبطال الكويتين وشد أزرهم لمواصلة انتصاراتهم ومنجزاتهم في البطولة بطولة كاسم الأميرة الدولية للرماية متواصلة على شدها بين الأبطال الكويتين ومئات الأبطال من كل دول العالم والحسم سيكون يومي أسبت والأحد القادمين بيجاسم بكار تلفزيون دولة الكويت من مدينة تودي الإيطالية